السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوة اخواتي كديري لبس عليكم بخير هاني ينكركم بزيانين سمن لكم قاعد تكونوا بخير وعلى خير في الممكن تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي في فيديو جديد فيديو دياليو ما جيت ان شاء الله سنتقسم معكم شعرية رقيقة بماطيشة بطريقة اللي سهلة وبسيطة وبدو اللحوم ستكون ان شاء الله بلا جاج وبلا لحب وكتجيب بنينة بسف خاترة ووعرة بسف المدق ديالها فما لكم اخواتي غير تتبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير باش شوفوا معي جميع المراحل اللي لها وقبل ما نبديو الفيديو ديانك فيما العادة منسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل واصحابه اجمعين بتنسوني ايش اخواتي من اللي لايك ومتعلقوا بالزوينا اللي كتفرحني بزاف وندزل الطريقة والمكونات مع بعدياتنا فباسم الله على بركة الله بالنسبة للمكونات هناك فيما غضي تلاحظوا غادي نحتاج واحد الكيمياء ديال الشعرية الرقيقة استعملت انا هنا دك الشعرية ديال الصفة الرقيقة صار حسن كتعش ابني كتجي زوينة مينتو ما كيبقى لكم اختيار يمكن لكم تستعملوا هاد النوع والشعرية كاللي كتكون غليضة شوية ممعلى حساد اللي كتحبوه ولي متوفر عندكم بطبيعة الحال من بعد عندي هنا ثلاثة الحبات ديال الطماطم او ماطيشة كبار محكوكين عندي ايضا هنا جوج حبات متوسطين ديال البصلة اللي حكاوم حتى هما في الحكاكا الرقيقة عندي هنا نص كاس ديال زويتا بالدية اللي هي زيت السيتون يمكن لكم تديروا خالط مابيز زيت سيتون وزيت نباتية عندي هنا واحد الوريقات ديال سيدنا موسا عندي هنا التوابك كنحتاجوا سكين جبير للخرقوم وحضر الشدي الملوين غذائي بتحميره الابزار وشوية ديال الملحة عندي هنا معلقة صغيرة تقريبا ديال السمن ومعلقة كبيرة دير مركز الطماطم وماطيشة ديال الطس والربع ما بين قصبار ومعندلوس ولي كان متوفر عندكم حتى الكرافس ديرو حتى هو موما انت صراحة ما متوفرش عندي 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 يعني قصبار ومعندلوس هنا كنا اخوط نجرة ولكوكوت فين غادي نطيب ديال الشعرية وغادي نوضع اول حاجة دك المعلقة ديال الزبدة نزبدة بلدية يلي مقرش متوفرة بطبعك الحالين كلكم ما تستغنوا عليها يعني ستعملوا غرز زيت من بعد غادي نحط ذاك الكيمياء ديال البصلة كما قدت لكم البصلة راحكيتها في الحكاكة الرقيقة هي وماطيشة غادي نضيف هنا ذاك نس كاس ديال زويتا بلدية كيف مما سباق وذكرت معاكم بكلكم ديرو خالط ما بين زيت زيتون وزيت نباتية من بعد غادي نضيف هنا ثلاثة الحبات ديال الطماطم أو ماطيشة محكوكي وكمية ديال ربع ما بين قصبار ومع انجلوس مقطع أرقيق كيف مما كتلاحظون من بعد غادي ننضيف العطرية أو التوابل سباق لي وتكرت معاكم عندي معلقة دوسطة كبيرة ديال سكينجبير معلقة ديال خرقوم البلدي معلقة ديال تحمرة اللي هي الفلفلة الحمراء أو المنيورة دارس معلقة صغيرة ديال الإبزار شوية ديال الملحة اللي كسبقها على حسب الضوء ورشة ديال ملوين غداء اللي والزعفران اللي كيبقى اختياري صراحة مهمية لكن عندكم ضمادي الزعفران أو الزعفران شعرة غيكون أحسن وأفضل صراحة أنا ممتوفرش عندي فاستعملت غير الزعفران العادي وان كيبقى اختياري ممكن لكم تتصغنوا عليها ركي اعطي غير لون من بعد كنضيف ديال معلقة كبيرة ديال مركز الطماطم وكنخلط ملاحة المكونات معا بعد وكنخليها تشحت كيتشحر أو كيتقلع ملاح كيف مما غادي تلاحظو معايا من بعد مما كيبدي يتشحر وكيتقلع على هات الشكل بطبيعة الحال مرة مرة كنبقى نحجكو ونخلي وقتاني يزيد يتقلعوا هات المكونات نانتو مكف مما كتلاحظو معايا الصراحة من بعد هنا فاضل مرحلة وبعد مما كيتقلعوا كنرويء بالماء بصراحة الماء الأفضل انه يكون عندكم الماء طيب بالنسبة لي الماء انا كنت دايرا يسخن عد بيتها كي كي يسخن ورويت به غدي ندير واحد الكمية ديال الماء مناسبة فين غديد طيب لي ادك الشعرية ورافزها كالطيب فين غديد نتفخ طبيعة الحال ومن بعد هنا يوم معذ لك نضيف لك الوريقات سيدنا يعدون ماء دق ووحد رائحة زوينة شعرية فين كنو عندكم نضيفه يعدون ماء دق رائع مكانوش عندكم ماشي موشكين يمكنك تستغنعوا اليوم بطابعة الحال سوف نحرك ونسد على الطنجرة نجد المرعقة يموت 15 دقائق ومن بعد ناخد الشعرية وكل لوحة نكون كل لوحة الشعرية ضروري لا تبقى تخلطوا بحلاكة بش مدى تكور معاكم وعد لوحة الكمية كلها اللي عندكم ديال الشعرية من بعد تنقصوا لي النار سوف يديرو نار ما بين متوسطة ومهيلة وتخليوها الطيب على خطرها رافيس عكا الطيب ما بين خمسة عشرة حتى الخمستاشل دقيقة ما كاتفوتهاش رافيس عكا الطيب عدد الشعرية يعني ديال السفة رمكات اخوت مدى طويلة في طيب ديالها لانتو من بعد مما كاتفتها الطيب كنت تنفخ شوفوا معي مماش الله كيفاش كيتجو وحد الريحة طرحة منها يا سلام حضرت انا الاشراء وقلت علاش الله بغتاجيها معاكم سوف تحضرها خصوصا في هذا البرد صراحة كاتجي خفيفة وديدة وفي الساعة كاتتحضر سوف تحضرها سوف تحضرها سوف تحضرها سوف تحضرها ومن بعد سوف تحضرها هنا في المرحلة سوف تحضرها طيبة سوف تحضرها 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 الساعة سوف تحضرها اقربها الساعة حانون سوف تحضرها سوف تحضرها تعامل�� سوف تحضرها اشتركوا فيها تشغلوا الجرس باش بقوا توصلك كل ما هو جديد ما تبقوا بشريب للايكات ديركم تعرفكم الزوينة اللي كتفرحني وكتحفزني كيفما كنقلكم دائما فالهلا يخطيكم علييا احسن واغلع متتبعات ونتمنى الوصفة ديليوما تجرب واطل الضريح تفغيموك تستحق تشريبة وكتزيل دي دبزب وانا متأكدة اختي غادي تعجبك ان شاء الله الشريب مطيشة بهالطريقة ركطيح اقتصادية بفيها للحام لاجاج وسهلة وسريعة بزف تحضير ديالح وشوفوا لي كيفش كتجيو وعرة ووعرة بزف وواحد الماضق وواحد اللي بنا يا سلام الله القسمي لك كتجيك كتحمق فاخواتي اخواتي اللي بقين كتشاهدوا الفيديو حتى لده بقين نقول لكم شكرا بزفعة الحسن و تابعة وبسلام عليكم عبيدي جديد وصفة جديدة ان شاء الله